المتخصصة في مجال علاج السياسة بتقول يعني احنا في 2018 و احنا بنتكلم من 15 قرن الرسول حط الكونسبت بتاع ازاي ناكل و ازاي نشرب اللي هي بتنادي بيه ازاي نغير نمط حياتنا على نهج الرسول عليه الصلاة والسلام يعني تغيير النمط الحياتي اللي بتنادي بيه كل المنظمات والجماعيات العلمية في جميع انحاء العالم بيتنادي ان الناس تغير نمط حياتها و طريقة اكلها و طريقة شربها بالطريقة اللي قال عليها سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني دي انماط صحية بتضعها الآن الجماعيات العلمية و احنا بتكلمش كلام عاطفي من باب الحب فقط لا من باب الحب و من باب الحقيقة هم مقاروش كلام رسول عليه الصلاة والسلام هم الابحث يعني توصلت الى ده توصلت اللي اللي هو قاله رسوله 15 الف السنة اللي هو من 15 قرن من الزمن اللي هو الرسول يعني نبهنا ليه وقال لنا ودنا النصاية ونزلت الأحاديث النبوية بتقول واحد اتنين تلاتة عشان تحافظ على صحتك عشان ترجع للمبدأ الأساسي في القرآن اللي هو ايه واكله واشربه ولا تصرفه يعني يعني ده بيكمل ده طبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى قال واكله واشربه ولا تصرفه وقال ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فجي الرسول عليه الصلاة والسلام كمل الموضوع وقال إيه ليكون التطبيق العملي التطبيق العملي إيه بقى لما تيجي تاكل تاكل تلت الأكل تاكل تلت أكل والتلت شرب وتعمل حسابك للنفس تلت للنفس عايز عرف يعني ما يترتب على هذه التقسيمة يعني ذكر البعض أنه دخل إلى مكان طبي يعني كبير في أوروبا لا هذا الحديث بهذا التقسيمة بهذه التقسيمة موجودة على ركن مهم جدا لكنظام غزائي لابد أن يكون متبع أنت لما بتيجي تأكل وبتأكل كثير أو بتأكل كمية الأكل بتبقى أكتر من التلت مثلا وبتيجي تشرب مية أقل من التلت أو أكتر من التلت فأنت لما بتيجي حتى تقول أنا مش قادر أخذ نفسي من كتر الأكل مش قادر أتنفس مش كلنا بيحصل لنا الموضوع ده بنيجي بعد ما ناكل أكله معايا والأكل نبقى أوفرلودت بالأكل مثلا يعني بتبنقه في شام النسيم قولك الأكل كثب على نفسك ليه الأكل كثب على نفسك لأنك أنت ما سبتش مجال عشان الجهاز الهضمي أو الماء ده بتاعتك تأخذ راحتها في الحركة فأنت أكلت كتير وشربت وممكن تكون أكلت كتير وشربت كمية ماء ليلة وده كله برضه اتعدت التلت أتلاتة اللي الرسول أمرنا بيهم فبتحس الجهاز الهضمي حركته ما بتبقاش مستريحة الحجاب الحجز حركته ما بتبقاش مستريحة ما بتعرفش تتنفس كويس ما سبتش مسافة إنك تاخد فيها نفس كويس فبتحس إنك إيه نفسك مكتوم أو نفسك يعني بكرشة نفس نتيجة إنك أكلت أكل كتير ما بتروحش غير بعد ما الأكل يبتدي يعني الماء ده تتخلص منه أو الماء ده تتخلص من الحمولة الزائدة من الحمولة الزائدة أو بتبتدت خلاص بتعمل مجهود جامد جدا المجهود الجامد ده بيسبب ساعات عسره رضموا الكلام ده كله فإحنا في غنى عن الكلام ده لو اتبعنا السنة النبوية اللي هي ثلص لطعامه وثلص لشرابه وثلص لنفسه ولو ولو